احذر من الهرمون ولكن هلاقي تجربة مع الهرمون الحلقة دي انا جاي احكيلك حكايتي مع الهرمونات من فترة كابتن حسين فت عمل لي فيديو هالهم طبيعيون طبعا انا مليش صور كتير بجسمي لان انا بعتمد ان انا في دايت اندتشيت انا براند احنا شركة مش انا كمان احنا شركة بنسعى لان احنا نقدم خدمة شاملة خدمة طبية خدمة بتقدم حلول تخليك تقدر ان انت توصل للجسم اللي بتحلم به بافضل طريقة باهتمام وبرعاية وخدمة طبية شاملة وبفريق كامل بيبقى في داهرة فمش براندي خليني ان انا اطلع بجسمي قوي طبعا مش هفكرك بقى ان في عروض وخصومات بسبب رمضان وادخل على امرأة السيلز اسأل على اشتراكات التدريب الانلاين عشان تشوف القوة الخدمة الشاملة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى ومش هعمل اعلان او حاجة اكتر من كده انت كده كده ادخل شوف التحولات اللي احنا عاملينها تظهرك على الشاشة كده وشوف نتائجنا وانت تعرف ان احنا الموضوع بيتكلم عنا ولكن انا المرة دي بقول لك ان انا ما بطلعش بجسمي علشان كده مش محتاج ان انا عامل براندنج او اقول لك ان انا طبيعي او انا باخد هرمون ووظل ان انا جسم يعني باين مهار من يعني ولكن اللي هي تجربة مع الهرمون لما جي كابتن حسين فت بعتلي قال لي عايز اعمل لك حلقة قلت له كابتن حسين انا هبعتلك كل صوري اللي ما قبل اول سايكل اخده في حياتي وفي المرتين اللي اخدت فيهم هم مرتين فاقل من سنة يحصل لي كوارث اول مرة صاحبي انتيمي توفت اللي هي انتيمي اللي يرحمه توف ويا رب ندعي له كده يبقى في الجنة ان شاء الله تاني مرة فطبعا بطلت بعد مثلا اقل من داخل شايل الجاينو معا كده ما كملتش على الكورس فكل ده في المرتين الكورس لم يستمر اكثر من شهر مثلا في المرتين فلي هي تجربة اه لي هي تجربة والتجربتين كانوا سيئين يعني في المرتين كان دايما بيحصل بلوة كان في رسالة نبطل بالنسبة لي الموضوع عملي مشكلة شخصية في ان هو خلانا استهبل في الكور في الاساس في الدايت والتمرين لان انت بتستسهل بتلاقي في حاجة حرفيا انت لو كلت اكل عك واتمرنت بنص شدة تمرين طبيعية عدرت بتطلع فطبعا بتستسهل فبتلاقي نفسك بتعق بتعق مع هرمون يعني تحليلك هتبقى زيفي يعني هتلاقي نفسك كلسترولك بيعلى وهتلاقي الدنيا بتبقى في مشاكل وبلوية ذات هوريك على الشاشة هنا حاكتين انا راجل دلتي معترف ان انا اخدت هرمون في مرتين يعني مش محتاج اجذب عليه بس اقسم بالله ورحمة ابو ياف تربته صورتي دي والله العظيم طبيعي ودي اللي بهرمون اللي في الفترة اللي انا اكتر فترة استمرت فيها على الهرمون شايف الفرق اللي العميق انا ماكملتش انا واحد ماكملتش علي فيه ناس طبعا اللي بتكمل سنين الموضوع بيفرق معها بجينز وبحجم وبنشفان اكتر بس انا لما كبرت وبصيت كده من بعيد قلت ايه الهطل اللي انت عملته في نفسك ده ما انت كنت زي الفل وانت طبيعي وكنت واصل لحجم ونشفان زي الفل ليه عملت في نفسك كده طمع واستعجال ولما كنت حابب ان انا ابدأ دا خلاني ان انا عايز اوصل لصايز تخوفا مني من بعض قراء الناس اللي بتحكم بنانا على الحجم مش بنانا على العالم مع ان اللي لعبتنا دي لعبة علم هاني ريمبو ده شكل اشتر مدار في العالم اكتر حد بيقدم اقوى سيرفس هي شركة متكاملة من داكاترة من الاخصائين تغذية من الناس معاهم شهادات فنس بتفهم زي شركة دايت انت شيت الحمد والله بفضل الله بقنا شركة رائدة في مصر والشرق الاوسط وقريبا في العالم ان شاء الله بإذنك يا رب انت جسمك عامل ايه مش بيهم المشاهد انت خدمتك بتقدم لي ايه فلو نصيحة لك لو انت شاب بتبدأ في مجال الفتنس فبتقول انا هضرب عشان يبقى شاكلي منمقدة والناس تتاخد ثقة وتشترك معي ايه وعيب الناس عايزة علمك مش عايزة شكلك ميامة ناس تلعبت كمال اجسام ودمغها دي عصافيري ما جاتش ما جاتش ما عندهش بربع جنيه علم ما تستأمنهمش انهم يعملوا دايت لفرخة بلدي حرفيا فده مش سبب ثانيا انت بتتمرن عشان ايه عشان صحتك دي ضد صحتك بيتدمر صحتك واللي يجزب عليك ويقولك كورس هرمون والنظف واللي يقولك مش عارف ايه واللي انت بتحاول انا هقولك اللي بيدور في دماغك انا هجيب شوية مكتسبات عضلية بالهرمون وانظف احاول اخفز عليها وافضل بقى محفز طبيعي ارجع طبيعي تاني مش هيحصل فترة اما بتبطل هرمون مفيش تستيرون طبيعي في جسمك يشيل كم العضلات دي بتقع كل العضلات دي بترجع العنم الاول فبتدخل في مرحلة انك ايه ادمان بقى فانعايز اخد سايكل تاني تاخد السايكل اللي بقى فكرة ان انت تاخد وتبطل دي مش هتعملها غير ايه وكنت زي حالتي كده انا نفسي ان مفيش موتف ان انا ايخد اصلا اصلا انا انا مش هتعمل ايخد 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 اي عميلي وقف ظهره وهدي له ضاية المناسب ليه وعمل له البرنامج التدريب اللي هو مواسم ليه ومش عارب انا بحب انا مدرب اكثر ما انا لعب كمان اجسام انا مدرب لياقة بدنية معتمد الحمد لله من والحمد لله الشركة كلها شركة مرخصة دي حتتي مش حتتي ان انا لعب فتاخد هرمون لي طب انت حتتك انك لعب ما دلوقتي بطرات الطبيعين باعتمون مكسرة الدنيا اهو كابتن شام مرجوشي طبيعي يكسب وطبيعي على فكرة واللي بيضلل او بيحاول يشكك في الكلام ده كله اه لا كابتن شام مرجوشي طبيعي وهكو الراجل ده صديقي وطبيعي كابتن يوسف ادريس اه مليون بطل كابتن عمر هادي مدرب الابطال مطلعهم ما طبيعيين يا راجلين بتفكر ليه تتدمر خصيتك على الملأ هو لا حياءة في العلم خصيتك بتصغر بتشرنك بتصغر ما بتقاش بتفرز بتقدي كده بتدمر في صحتك ليه بتدمر في هرموناتك ليه بيبقى عندك عصبية ويطلع لك حبوب حالتك حالة ليه بتعمل في نفسك كده على ايه مصرح ما توقف طبيعي عشان تبدأ في التدريب قديق قدامك هاو عم هاو عادي شاب عادي كده باتمرن دلوقتي عادي باكل اكل صحي جسمي جسمي فت عادي شاب فت مش لازم ابيعملك باشي لك عامل كده عشان تبقى تبقى مقتنع بي عندي علم بقدمه الحمد لله في الكمتنت بتاعي الناس بتصغ فيها بعلمي مش في جسمي تصغ فيها بعلمي مش بجسمي تصغ في شركتنا بالعلم اللي بنقدمه بالمحتوى بالخدمة اللي فعلا قوية فوردوف موس بقوة الكلمة وده بيقول ده وده بيقول ده ناس بتجدد اشتراكاتها ادخل على الويب سايت اتفرج على التحولات ادخل على الانستجرام اتفرج على التحولات فمفيش اي حاجة مبرر يخليك تدخل في هرمون غير لو انت عايز تطلع في اولمبيا ولانت عايز تطلع في اولمبيا وتبقى بقى من ابطال الناس بتاع اولمبيا فاتفرج بقى على فيديو بتاع خدعة مستر اولمبيا حقيقة مستر اولمبيا طريقك الى الموت تفرج على حقيقة مستر اولمبيا نظر تدخل لك في قصة وروني كولمن وراجي كاتلر القصة كلها بتضحك عليك علشان تفضل انت متحمس وتتفرج وتشوف خناقة هاكس هاكس اعتها واحد فيهم بياخد كام الف دولار يدفع نصهم لمدربه واكله وشربه والاسترويد والمكملات والدنيا بيصفصفروا على ولا حاجة يعني لا لا فلوس شهرة ماش شهرة بس شهرة يا فرحات ماروني كولمن دلوقتي يا حبيبي على عكاز يعني تمام وعلى كرسي متحرق اه تقول لي جاي كاتلر بالصحي ومش عارف ايه كام في المية اللي بيتطلع بصحيات كام في المية وما خاف يا كان اعظم ده شكله من بره كده الله اعلم من جوه ايه بالدنيا بتقوم معهم على ايه يا بنا انا بكلمك بالبلد عشان بطولات بطولات طبعين بقت مدغدغة الدنيا روح تبقى غبي لو دخلت في السكة دي وخصوصا نخد بقى المعلومة دي تسعين في المية من الهرمون اللي جوه مصر مضروب اه مضروب مضروب زي زي تحليل البروتين بارور بروتين بارور بسان مش هحليله عشان دي حاجة مش اثكل اصلا وفوط تتجنبها كده كده سليمة ومضروبة ولكن تسعين في المية منها مضروبة اصلا ما يساعة او بيحط لك مواد ارخص على اساس انها مواد اغلى مثل التستسترون غالي مثل مثل التستسترون غالي والدانبول ما اعرفش بقى بلدانون رخيص فيحط لك بلدانون على اساس ان هو تستسترون وبيعهول او يخفو لك بحاجات تانية فنصب النصب نصب النصب كلهم يعني عاملين مصانع اندر جراوند في البساتين وفي بلاوي زرقة عارفهم بالاسم يعني بيعابو لك الحاجات دي ايه وكل واحد واخد مركة بيضربها هنا في مصر يعني مش عارف فارما ايه بيضربها مين كامبرج ايه بيضربها مين فاعرف ايه بيضربها مين وكلهم بيروحوا مصدرين ناس في الوجه يبيعوا باسميهم ولكن مين اللي بيبيع الهرمون ده في مصر؟ تجار المكملات اللي مش عارفين يطلعه هامش ربح قوي من المكملات فبيبيعوه في هرمون بيبيعوا هرمونات في السر على السنة هي مش تبعنا بيحطوا لك ايه واحد كده في النص كده خيال ما قاته هو اللي بيع الهرمونات دي ولكن وراها تجار المكملات الاسامي اللي انت بتشوفها عشان كده ما شاو تاوت لسبورتر شركة محترمة شركة اصلا خليجية شركة محترمة لها فرعاة هنا في مصر ما تحب تشير ايه مكملات الخرعة على موقع سبورتر دولكم واستخدم كود خصم دي ستن عشان تشير المكملات مواشوق فيها ما تاخد خصم اضافة لما استخدم كود خصم دي ستن بس لازم عشان تستخدم كود الخاص تبقى عامل اكاونت على موقع سبورتر فهي دي الحكاية بتاعت الهرمونات ارجوك بلاش وريتك شكلي قبل ووريتك شكلي بعد يعني مش ده الفرق اللي يعني العظيم ارجوك ابعد عن السكة دي واتمنى كون فتك في الفيديو ده فيديو سريع كده خفيف عن حكاية مع الهرمونات الصور الكابتن حسين فت طلعها صوري قبل اما ااخد وريتك دي سورتي بعد هو ما احطهاش دي سورتي بعد هو ما احطهاش خلاص في الفيديو دي القصة كلها باختصار شديد اتمنى ان يبقى فيه درس وعبرة وعزة من الموضوع ده لي وانك ما تخشش في السكة دي خالص شكرا سلام